في قلب إسطنبول، هذا السوق الشعبي هو مرآة يومية تعكس حال الاقتصاد التركي. هنا يعيش المواطنون بشكل مباشر آثار التضخم وغلاء الأسعار وسط دعوات لانتخابات مبكرة. لا أعتقد أن الانتخابات المبكرة سوف تحل المشاكل الاقتصادية. القدرة الشرائية انخفضت جداً وقطاع النسيج قد شهد ازدياداً في الأسعار. وفي هذا الحال لا نقدر أن نبيع مثل قبل. مثل هذا البائع يجد كثيرون في تركيا صعوبة في التكيف مع ارتفاع الأسعار ووصول التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية. وبات الغلاء ليس مجرد مشكلة اقتصادية بل بات قضية سياسية بامتياز. الأوضاع كما هي لا شيء يتغير إلا للأسوأ والوضع الاقتصادي صعب للغاية. الأغنياء هنا مرتاحون ويذهبون للعطلات أما أصحاب المعاشات فهم في وضع سيء. التضخم الذي تجاوز حاجز الخمسين بحسب الأرقام الرسمية كان له تأثير مباشر على قدرة المواطنين الشرائية. انخفضت بشكل كبير ثقة الشعب بقدرات الحكومة بحل المشكلات الأساسية وعلى رأسها مشكلة التضخم. ورأينا ذلك في الانتخابات المحلية. كان تحذيراً واضحاً عندما أصبح الحزب الحاكم الحزب الثاني في هذه الانتخابات لأول مرة. وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، بدأت الأصوات تتعالى من صفوف المعارضة مطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. في تركيا هناك مطلب لإجراء انتخابات مبكرة، وخاصة أولئك الذين ظهروا كحزب أول للمعارضة، وهو حزب الشعب الجمهوري. يريد هذا الحزب رؤية نفسه في الحكم ورئاسة الجمهورية، لكن بالنسبة للوضع الاقتصادي، هل يجبر تركيا للذهاب إلى انتخابات مبكرة؟ مع دعوات المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، تجد الحكومة نفسها أمام ضغوط شعبية متزايدة لإيجاد حلول عاجلة للتضخم وغلاء الأسعار. وإلا فإن السباق الانتخابي قد يبدأ قبل موعده المعتاد. من الأسواق الشعبية إلى أروقة السياسة، يبقى السؤال الأكبر، هل ستحقق الانتخابات المبكرة إن حدثت رغبة شارع التركي في التغيير؟ أم أن الأزمة الاقتصادية ستظل مسيطرة على الحياة اليومية في البلاد؟ زيدان زينجلو العربية، إسطنبول